وقد أفدت رئاسة الجمهورية في بلاغ أصدرته بعد ظهر اليوم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أسدى تعليماته بتوجيه طائرة عسكرية إلى ألمانيا لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي إلى تونس كما كثفت رئاسة الجمهورية مساعيها وتحركاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوفير تجهيزات طبية متنوعة لفائدة مختلف المستشفيات الجامعية والجهوية لمساعدتها على مواجهة الجائحة وقد جاء في البلاغ أيضا أنه تنفيذا لمخرجات الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الدولة إلى روما شهر جوان الجاري يتم حاليا التنسيق بين وزارة الصحة والسلطات الإيطالية من أجل نقل معدات طبية إلى تونس